موسيقى 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 السلام عليكم هدي بغيت الرد على الام ديالنزار اللي اعطيت واحد صراح خالتي انت في مرتبة ديالام ديالي بحالك بحال مهمتي سين وجهتلك التاحية وتبارك الله عليك والله يطول عمرك بالنسبة للنزار نزار جال مكناس وجال عندي ورحبت بيه ودرت له حسن الضيافة واي واحد جال مكناس مرحبا بي ماشي هو اي واحد رياضي واي واحد سبورتيف مرحبا بي والف مرحبة غير هو خالتي اللي بغيت نقول لك نزار راضريف ماشي شي واحد اللي نقولوا عليه هدي الناس اللي يقولوا عليه حمق ولكده يذكرى انسان عفوي وقلست معاه ودرت معاه وقال انسان اللي رياضي كانحترمه وكانقدره بالنسبة خالتي انتراف المرتبة ديه الممي وكانحترمك وكانحترم قاع الامهات المغربيات وتحيل اي ام واللي عنده ام يمتو الله يخليها له واللي ما عندوش الله يرحمها ويستعليها فضل النار هذا بالنسبة للام الام رأي كل شي انا ام يمتي هاي حدايا الله يطول عمرها واللي عنده ام يمتو الله يطول هالا الربح من الوالدين والخسر من الوالدين بالنسبة للنزار ديرينا نويها المباراة اللي غيشوفوها ان شاء الله المغربة كاملين اللي هي في اطار رياضة وفي اطار سبور سوف نجد المباراة قريبه ان شاء الله سوف يكون الناس يتفرجوا وكان الناس سوف يتجووا ان شاء الله للي سوف تكون المباراة في قصر أيام زمن كيف يشوفو معنا ذاك المباراة اللي كانت أنا ونازار بالنسبة للخوية نازار راجال منك اناس ارحمت به وتتبرك الله كليه وتنقول له رجع عند الأم ديالك تلاح فيها وبقى في جنبها الربح من الوالدين وخسر من الوالدين وخليك في الرياضة تفق معك خليك في الرياضة وخليك في السبور ديالك بالنسبة لعمر طانانا دخلو لانستغرام ديالي دخلو لاشين ديالي فيسبوك لوا عمر طانانا لانستغرام ولاشين دياليوتيوب دخلو ولي بغى الرياضة مرحبا به يجيل عنده اللاصار نتريني وندير معي وحاجة أي حاجة بغى وما كرا هناش قاع الشاباب يتريني وقاع الشباب يبعدهم المخدارات وينضي التريني على رأسهم ويقلبوا على رأسهم ويصوفوا رأسهم ويفرحوا وليديهم حيث احنا نستغلو شي حاجة محسن ونستغلو نكونوا رياضيين وشباب المتسقبل بالنسبة للملولي الملولي يا خالتي اش قادي نقولك الملولي لكن اسمعتك في الطرح قلتي بانه جاو عيرك ومحترمك شو هادي وقلتي بانه عمر طانانا رجع لي الامال شوف يا مو يمتي انت ركي موي بحالك بحال مو يمتي وفي المرتبة ديال موي وش غادي نقولك هاداك الملولي لك كان بغيت يسمع الانترفيو هو ليه انا ما جايش في السوشال ميديا باش نبان باطل ولا باش نبان واعر ولا شي حاجة بحالكة لا انا بغيت نقول داك الملولي برسمة شي تعيير الامهات اللي هي امو يمتك هادك وخصك تحتارمها اجي عندي واجهني الى كنتي فئنا باطل واجهني نديرو ذك الشي في الرياضة انا حطلك مئات الف درهم قدامت للناس كامل اللي يشيشوفوا انت ما تحطيني والو غير بي اللي لا انا ما جايش باش ندير البيوز ولا باش نركب عن الموجة كيف ما تتقول انت انا ما جايش عن ركب الموجة بالعكس انا البيوز ديجا درتو وما عندي ما ندير به وديجا وصلت الواحد فيديو اللي وصلت العشرات المليون دلمشاهدة وصلت الامشي تشاركت في ايمو غاجي اللي هو انا في نفس الوقت كوميدي سمع الملولي لكن انت باطل وكتقول انا باطل نديرو تحدي في اطار المباراة وفي اطار الرياضة قانونية وهي الام ديالي حاضرة وتتسمع وتيقف الباطل وولدها اللي باطل وكتفتاخر به والحمد لله ما مبلي تشي باليام بلي بالسبور لكن انت يا راجل اجيل عندي نطلع عندك الكازة انا ما عنديش المشكيل والمغريب 40 مليون مغريبي يتفرج فينا ونديرو ذك الشي قانوني بالبروتش بلا كوتش بلا ربعت وبيين شنو عندك وماشي يغين شا اي واحد تادك اللي يشامو الجوج درهم ولا ما عف شنو اسميتو تاول ابغاء مرحبه والف مرحبه الى كان بلد رياضي اول تسبور اي واحد فالرياضة بغاي يكون باطل يواجه عمر طانانا ويجين عندي ومرحبه بي والف مرحبه كان قول المغاربة كاملين مرحبه بيكون في اطار تحدي في اطار المباراة وتسنه المقابلة اللي غدي تكون انا ونزار ان شاء الله اللي قريبة ان شاء الله غدي تشوفوها كاملين وكان اعطي الكلمة لوالدة ديالي اللي هي امو يزهرها اللي يخليها اللي هي وطولها في عمرها بريضها 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 ديالها كانوصل وبريضها ديالها سنبقى محمي من كل شي وهاي امو يزهرها لها تحية السلام عليكم كنت بنا ما يقولوا شي تقالين على قلبكم دخلت انا شوفت باخر واحد الفيديو اللي صرحات فيه امو يزهر لقد اثناء من الولدات المحسن حتى تشوفها و آمن خلال اخل بالوئة لأي واحد يخلق علوالاته و ليس ميحالا ولكن أنا كان لا تحية كنت قلت لها ولدك ان لا تنازل مع ولدي ثم يضطر بعد رياضا ما تقتله في الزنقة و الشارع و لأي شي مكان ما ام فاق شئ راه غيكون محمي و غا يكون باقي شي وكان يقول لك إذا ما تقسك تشجعي والدك والدك ما كيدرش حاجة خيبة ليتحشن بيك والدك رأى كيدر رياضة خصك في تخريبة رغم ما كيدخل عالك لاسك كده ولا بحشوش تشجعي هاد الشيخسك في تخريبة مش تقول ما خصيش ما يدرشي ولا ما هذه خصيك أنت تشجعي ويجري والدك اللي عندك ما تدفعيش والدك لبشيش حاجة ما كينا شي والدك راه راجل مشي ما قدر ريسك تتخافي إليه إنسان راشد وكبير وعرف شو ما شوك يدير وانتي بالعكس تتخريبة الود اللي بشعلك للرياضة ما بشاشي شي حاجة خيبة والديرها معرفة والديرها معرفة مشي إذا بغيت نازل بعودك على شي حاجة والديرها دالفيديو وصل عشرالاف المليون لمشاهدة وراه ديما هو رياضي من النهار اللي خلق ووفر رياضك وكنت لب ربيض لك بوليدك والله يجعلك تكوني كتفهمي وتساعدين معاه ومشي عب مشي عب الإنسان يكون مفتخر بوليداته والرياضة العالم كيف تخرب الرياضة هذك محمد كلاي محمد كلاي ما كان شي رياضي ما كان شي تبرك الله العالم كيف تخربه مادر هاري ومادر هاري وكل هذك كله مرياضي على هذك شي حاجة خيبة وفي النسبة له يشام اللولي كان كشوفك منساجمة مع الإبن ذيالك ويعني طائقة في الإبن ذيالك حكم الأخلاق ذياله والتربية ذياله اللي انت ربيتها واحدة تربية حسنة ماذا تبقيت تقولي للشباب كل الشباب دايما يتفهموا مع والديهم أي حاجة يتشاوروا مع والديهم مشي بشي بشي حاجة اللي مشي هذك دراته شي حاجة يتفهم أمه يعني أنا الولد بحث صادق لي كتاب الصادق أي حاجة يقولي يا ماما هذي كي يعود لي كل شي وانا كرشده طرق الصحي وانا كفتاخر بولدي رامل اللي خلق هو في الرياضة وكان كفتاخر بأخلق لي وكل شي تبغير وأي حاجة دياله ضل ما تيحملها شوه حاجة باش يكون شوش واحد مظلم ولا يظلم ما كيفغيهاش تبغير الحاجة ديالحق ولكن اللي انت شاب شي حاجة ضل ما تيحملها شوه كيفغيش هو كيدافع إليه هذا الشي اللي كنشكر والدي وكن الحمد الله اللي اعطان ربي والداتي مؤدبين مربين وما فيهم شي شي حاجة خيبة والرياضة أنا شجعه يا غالب يا مغلب ما شي عيب خطره يتغلب وخطره يغلب حتسمعنا الأم ديالنظار شي واحد سبها وبقى فينا الحال حنا كإعلاميين وبقى فينا الحال علش لأن الأم كتبقى أم ما يمكنش أنا قادي نعير في واحد الأم وهي راه كتتحسب أم ديالي يعني إحنا مغاربة عدنا لغير على الأمهات بغطر على واحدك ماذا كميتو؟ ملولي هشام ملولي مخصوش يعاير الأم ديالنظار لحقاش أي أم كتسمى أم مغربية أي أمرها أم ديالولاد مليدتنا هو ده يبغي اللي يعاير الأمه والتوحيد ما يبغي يعاير الأمه إلا كان فيها زعم الشاهامة ما يبغيش يبغي يعاير الأمه هو ما يعايرش الأم ديالنس بالعكس كيف ما يبغي كل مشكلة مع الولد يحترم الأمهات يحترم الأم ديالنظار كان الباطل ها هو الولد كان الباطل يتقابل مع الباطل ما يتقابلش مع الأم راجل بحالي بحاله وطيططيط الأم يخليها في التقر عليها في الحصير راب عليها كما أم نظار كما أمه هو شنو كان تريد توجهه الوالي أيضا؟ كان وجهه الو يحترم الأم المغربية في كل مكان يحترمه إلا كراجل يبغي بيين البطلة ديالوها والديج يتقابل معه ويتنازلوا بيين إلا غلبه هذا ما نقول لكم كلمة أخويا؟ الكلمة التي سنقول الكلمة الأخيرة في حق الأم المغربية الأم النظار ترى بحال المرتبة ديال المي والله يطول عمرك وتنتمنى من الله أن النظار يأتي إن شاء الله لدارهم رجال مكناس ورحبت بي حسن الضيافة ومرحبا بي هلا عود جالي عندي على الراس والعين بحاله وبحال أخويا والكلمة الأخيرة التي نقول لك هشام ملولي لك أنت تسمعني وتتشوفني هشام بغيتك تسمع انترفيو لك أنت كاين وكتحس برأسك باطل وكتقول أنا باطل وهدي أنا كاين أجيل عندي ندلوها في إطار رياضة وديك شيء قانوني وبيلي الباطل ديالك برأس ما تشعبت نظار وتصور عليه وتقبطه وتقول لك تقول لي راجل كده كده ها هو عمار طانانا دخل لهم دي الأنستغرام سويل عليها في مدينة جمك الناس كامنا ويجي نكونوا أنا وياك الراس في الراس وليك تي أنا مجيش باش ندل بوز أنا جاي باش نبيلك بأن في الرينغ غادي نبزبزلك العينين ديالك لك أنت كاين وكتقول أنا كاين تفهمتيني؟ ولا بغيتي تجيند عمار طانانا أجي مرحبا بك وندخلوا للرينغ ونبيلك الشعار ديالي اللي هو طلعي كديرا ونشوفوا ديك الساعش كلي كين واش أنا ولا أنت تبارك الله عليك الملولي واحترم الأم المغربية لكنت يا راجل